اه ساعدونا واشتركوا بالقناة ايش بتعطيني معرفة اذا الزائد اسم نكرة شو بتعطينا بتعطينا معرفة يعني المدق هون مدرسة اللي هي نكرة بدنا نحولها لمعرفة شو بتصير بتصير المدرسة اذا نتذكر مع بعض انه اي كلمة نحن بدنا نعتبرها معرفة بدنا نزيدلها التعريف اذا الملخص الرئيسي بالنسبة للنكرة والمعرفة انه النكرة هو كل شيء بدل على مدرسة عادية اي مدرسة ما بحدد بالضبط اي مدرسة انا بدي اياها اذا النكرة هو ما يدل على اي شيء اما المعرفة هو الذي يدل على شيء واحد معين تمام؟ هلأ حكينا معاكم اول حالة اللي هي زي الحالة اللي عنا هون في الحقيبة كتاب هون نكرة لانه ما فيها التعريف لكن اذا صارت الكتاب في الحقيبة صارت الكتاب احنا منحكي انا وياك عن كتاب محدد لانه حطنا له التعريف ومن اسمها التعريف يعني المعرفة تمام؟ هاي اول حالة نتحدث معكم عن الحالة الثانية وهي اسماء العلم تمام؟ اذا اسماء العلم شو يعني اسم علم؟ اذا اول حالة هي حالة اضافة للتعريف اذا الحالة الثانية هي حالة اسم العلم اذا نتذكر مع بعض شو يعني اسم علم؟ هو الاسم الذي يدل على اسم شخص اسم مدينة اسم قرية اسم نهر تمام؟ اسماء العلم مثلا نحو محمد اي اسماء اشخاص عندي زي محمد زي خالد زي فاطمة زي علاء حنين سهاد لاحظنا كل هاته اسماء اشخاص عمان بغداد الاردن السعودية هاي اسماء الدول واسماء المدن هي تعتبر اسم علم تمام؟ اذا كل اسماء العلم تعتبر معرفة نتذكر اذا صار عندي حالتين ادخال التعريف على الاسم النكرة واسم العلم هدول التنتين معناها انه الاسم معرفة وليس نكرة اوكي اذا بهيك منكون انهينا درسنا عن النكرة والمعرفة الى اللقاء موسيقى موسيقى